السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناة نبيل كستان في هذه الحلقة أعزائي الكرام سوف أشرح لكم كيفية الحصول على العلامة الزرقاء في حسابكم على الانستغرام قبل البدء في هذه الحلقة إذا كانت هذه أول مشاهدة تشاهد في حلقة نبيل كستان فقم بعمل سبسكرايب في القناة الآن وقم بتفعيل زر الجرس لكي تتواصل دائما بجديد فهناك حلقات إن شاء الله قيمة في المستقبل القريب لهذا أترك لكم عمل سبسكرايب لنرجع إلى موضوعنا موضوع تدبيت أو الحصول على العلامة الزرقاء على حسابكم على الانستغرام قبل البدء أعزائي الكرام قبل البدء يجب أن أنواء أو أقوم بملاحظة أول شيء أن هذه الطريقة ناجحة 100% وفعالة 100% لكن بشروط سأقول لكم بسرعة بعض الشروط إذا كنت تتوفر على هذه الشروط فكون على يقين أن حسابك على الانستغرام سوف يقوم بالتوتيق مليار في المليار لكن إذا لم يكن لديك هذه الشروط التي سوف أقولها الآن بسرعة بعجلة لكي لا أطول في فيديو فمن الأفضل أن لا تكمل الفيديو وإذا أردت عمل ريكويس أو طلب لانستغرام ممكن إذا أردت تستطيع الوقت ممكن معجزة يقوم يعني يفاعلون حسابك لكن نمشي مع اللوجيك ما هذه الشروط أول شيء أن يكون حسابك أو حسابك على الانستغرام فيه على أكثر تقريبا من ألفين متابع يعني أقل مينموم مينموم ألفين متابع هذا هو الشرط الأول أنا أقول لكم مينموم لكن يجب أكثر الشيء الآخر أعزائي الكرام هو أن يعني إذا ريو الأنستغرام حينما يريدون توتيق حسابك على الأنستغرام يقومون بالبحث عليك يعني مثلا حينما تقول لهم اسمك مثلا فولان ابن فولان يقومون بالبحث عليك في جوجل إذا لم يجدوا أي مثلا أي لقاءات لك أو أي صحف كاتبين لك أو مثلا لم يجدوك مشهور بما يكفي فلن يفعلوا حسابك لكن إذا وجدوا أن مثلا مقالة توجد فيها اسمك مقالة توجد فيها اسمك أيضا مثلا دخلوا إلى ويكيبيديا وجدوا اسمك فكون على يقين أنهم سيقبلون الطلب وصفوا يفعلون أو يوثقون حسابك بنسبة 100% أيضا هناك شيء آخر هو أنه منشوراتك تقوم يعني يكون فيها تفاعل هذا هو الطلب أو الحاجة التي يركز عليها الثالثة إذا كانت فيك يعني هذه الثلاثة أشياء فكون على يقين أنهم سوف يفعلون حسابك أو يوثقون لكي لا أطول عليكم أيزئي الكرام نمر إلى شرح لكم هذه الطريقة البسيطة نعم أيزئي الكرام كما شرحنا لكم ولكي لا نطول عليكم نمر إلى شرحته الطريقة وهي طريقة الحصول على العالم الزرقاء في حسابك أو على حسابك في الأنستغرام كل ما علينا فعله أعزائي الكرام هو الضغط على هذا الخيار نعم وبعدها نضغط على سيتينج بعدها أعزائي الكرام نضغط على أكانت ونذهب إلى Request Verification نعم نقوم هنا بكتابة الاسم الكامل وهنا الكاتيجوري الخاصة بحسابك أو يعني النتش الخاصة بك مثلا أنت شخص رياضي تضغط هنا على Sport أو مغني أو شيء كهذا القبيل مثلا تضغط على Music أو بلوغر أو Fleerancer مثلا شيء كهذا القبيل مثلا مثلا تضغط على Blogger and Fleerancer أو Other على سبيل المثال يعني أنت والنتش الخاصة بك أو الكاتيجوري الخاصة بك وهنا Choose File يعني يجب أن تمدهم ببطاقة الهوية أو بطاقة الوطنية الخاصة بك نعم هذا كل ما في الأمر بعدها أي زي الكرام حينما تقوم برفع البطاقة الوطنية الخاصة بك سوف يقومون بالتواصل معك على الإيميل أو على الكونتاكت الخاص بك وإذا كانوا يعني يريدون أو يطلبون منك أي معلومات أو مستندات أخرى سوف يطلبونها منك وإذا كنت يعني تتوفر على هذه الشروط فسوف يقومون بتوتيق حسابك على الأنستغرام بكل ليونة وبكل سهولة وأتمنى يعني أتمنى تجربة هذه الطريقة وأتمنى من صميم قلبي أن تقوموا بتوتيق حسابتكم على الأنستغرام نعم أي زي الكرام قمنا بشرح طريقة التوتيق حسابكم على الأنستغرام والحصول على العلامة الزرقاء طريقة سهلة جدا فقط يلزمك بعض الحاجات التي يجب أن تكون متوفرة عليها في حسابك على الأنستغرام بعد ذلك فمن الصعب أن يقبلوا حسابك لكن هذه هي الطريقة الصحيحة الطريقة الوحيدة لتفعيل حسابك على الأنستغرام والحصول على العلامة الزرقاء أتمنى أن أكون قد وفقت في شرحة الطريقة وشرحة الحلقة إذا كنت لديكم أي استفسارات فقوم بكتابتها في تعليق سوف أقوم بالإجابة على جميع تعالقكم أيضا إذا كنتم تودون أن أطرح أي حلقة في المستقبل إن شاء الله فقوموا بعمل كومنت والكومنت الذي يوجد في أكبر عدل من اللايكات سوف أقوم بشارحة تلك الطريقة أو تلك الموضوع الذي كتبه في التعليق دمتوا في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته